الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام عليكم الغزالة ديالي مساء النور نهاركم مبارك سعيد صفيل بنا تخلنا في العشر الثانية ديال سيدنا رمضان إن شاء الله بإذن الله هذه العشر المغفرة إن شاء الله بإذن الله قبل منا العشر الأوائي اللي فيها الرحمة إن شاء الله يا ربي ويلحقنا الليلة القدر هنا الناس سوف نقول بسم الله أول حاجة بديت بها هي المهلبية من اللي سوف نضع نوريسج ديالي ماما مهلبية ديالي مهلبية اللي كنت كتديري لنا دايما وأنا صبح الله جنيل أعجز كل شي موجود في الدار الواحد صبح الله العديم كيتكاسل والمهم سوف نقول بسم الله نبدأ المهلبية ولكن البنات كتجي تتحمق كتتحمق فينا بواحد زعمة كريمية ما تجيش بحال الفلون لهذا يا الله أنتوا معنا ناخدوا يطرود الحليب على جنب بارد هنا البنات قدرت جوج معلقة ديال النشا جوج معلقة ديال الدقيق الفورس الرطب ومحلقة كبيرة لكخيم باتيسيخ يمكن لكم ديروا ثلاثة المعلقة ديال النشا ولكن صراحة لكخيم باتيسيخ كتحتها واحد المدق قزويين وغادي ندير ثلاثة المعلقة تسكر حيث عندي الكريمة مسلسة إلا كنت عندكم هولالا الحلوة أديرو هي جوج معلقة كبارين ماشي عاوتاني كبارين حيث مخصج تجي حلوة كتسقم ثلاثة المعلقة في طرو ومحلقة كبيرة ديال وكاس كبير ديال الكريمة كتجي هي هادي كتجي تعمل حلاوة معقولة أنا عود لكم جوج معلقة ديال النشا جوج معلقة ديال الدقيق الفورس ومحلقة كبيرة ديالا كخيم باتيسيخ ثلاثة المعلقة ديال السكرسانيدة إلا كنت عندكم الكريمة مسلسة وغادي ندير يطرو ديال الحليب غادي نبدأ باللول بنسيطره اللول كان كبريب شوية وكنخلط باش ما تتكور ليش ديالك تحينو النشاو الكريمة حتى كنشوفهم صافي از عما تجانسوا مع ذاك الحليب وكان كما ننسيطره ونزيد عليه نسيطره واحدة أخر باردين وأنا لبنات تتعجبني نديرها يا إما بالحليب ذاك الحليب المحقم أما الحليب الكارتونة اللي كيتبع وربعة درهم فلحانوس ما نكتبش لكم ما تجبني لفلن لف سميتو لف هكا في حال هات حليات كيجي بحلة جاري وستزمع موما البناس كردها فوق البوطة ومع التحريك ما تنسوهاش باش ما تلسقلكمش أنا غادي هي كتتزيدوا فيها كاس ديال عنباد الكريمة يمكن لكم ديرونس كاس يمكن لكم أنا كندير هناك كاس كبير كندير كاس عامر كيجي بنينا وكيجي بنينا وكيجي بنيا وشفتها الأبنسي اللي درتوا فيها الكريمة وحد الكريمة ديال عنورها لكم إن شاء الله لأخذتها من مرجان كتجي في النمضة رائح من هذه كتجي بنيها في التحليات هذه كتجي بنيها في الطياب نضيف الكرامة ومن بعد نضيف الكرامة 4 كاس مظهر نضيف الكرامة بماورد نشاء الله بإذن الله نضيف الكرامة 4 كاس مظهر نضيف الكرامة نضيف الكرامة كما 공فو نضيف الكريام كامل نضيف كامل نضيف الكرامة نضيف الكرامة أنفسه كلها تتبع لنحاولها اما باللوز لنحن نحن زوجها وتعليها على جنب وجد الكسكس اليوم الجمعة سوف يتمون مكس سوف يتمون مكس سوف يتمون مكس سوف يتمون مكس في الصبر والذي تيحمقوا عليه وراجلي كتر تذيك النهار فاش كنا في دارنا معجاة جمعة لنسكسو كي اللي كيديرو في العشاء ولكن احنا البناس ما تنتعشوش ما نقدروش نفطروا ونعاودوا ان ناكلوا هكا مور الفطور طاجين ولا شيء ما سنقدروش صبح الله العادي تناكلوا ديك تحلية مع بيدات مسلوقين حيث ان اولادي عاود ما يقولوا ليش البيض مسلوقين قوح ويجاز وخرين في الفطور ما تيديوهاش في البيض مسلوق تندي ربيضات مسلوقين تميرات هكا المخمر خلاص دائما هيكلوا هدراني مع الفرماج صافي مع ديك 12 الوحدة وكن نعسوه بحالاتنا حتى كان نوضو قبل الفجر كان نوضو نشربوغيش غيمة الماء فقط والله يلاقي كويس ديال الماء تنشربوه تنصلي والله يقبل وصافيوثاني عاودو نتكاو بحالاتنا بدماجة وقت المدراسة ومع المدراسة وديك شي ما يمكنش ما ما منقدروش نبقى أصلا كتراوح يشوفو قشك يجيو وغادي قتلاتني العطسة وغادي نعصوه معطلين ويعاودو يفقهم عادي كاربعة ولا هادا ويا ما ما تقدرش تجاري الوقت صراحة الله صافي نصب تكسيكسو بطريقة العادية غير طابتلي اللحيمة ورديتوها بالنصف البرمة أنا الخضرة ما نكذبش عليكم تعجبني نطيبها في البرمة أنا نقول لكم علاش كتبقى صبح الله العادي الخضيرة كالطيب وكتبقى قابتة في راسها وكتبقى قصاينة وكل حويجة نفرزة في لونها الكوكت تجيبو زوين أمني كنكون مزروا براسة نديرو في الكوكت ولكن البنات دك خيزو دك اللفتو ديك شي كون شي تيهبط في الطياب تنديرو في البرمة وكنخرجوا اللاكوخ غير بيد ما طلعت لي الغلية في البرمة نخرجوا اللاكوخ ونخليها يطبع للمهال أختيب اللتي علينا ما مزروا بينش لو كنت خرجت أنا ومو الدار ومن اللي بدار رمضان البنات ما كان خرج ما تندرج تخيلوا مع دبا جامنا مع الخدمة أو هذا غير الدار والله إلا غير الدار فاش مشيت لدارنا ورجعت خرج مرة لهري سخرت واليوم خرجت مع رجلي مع جامل الخدمة وقت له يلا هنمشي نشوف غيش نوكين وانا نلقى يختي القزبور جديد والمعدنس جديد والبقولة والله إلا عاد قطفهم ولم هاد البقولة قطفها من القزبور ومعد نصف فنة وفنة البنات يبشريتها وضربت لها واحد الغسلة ما نقول لكم مش عرفتون هارسوق تلقى ها الصراحة غالية دبا القتها يبجو جدرها مونس ما تشطرت خلاص معها متى حاجة جدرها مونس تملول أخديتها وكنجي كان مرحة ويأصل لقيتها الصراحة نقيم فيها لغسلة وعلو طان مرحة في هاد لفابو من بعد ما تنغسلو بقطعر هاد الخل مرهة لوله والثانية والثالثة المهمة تنشوف ذاك المصفة عليها وصراحة هاد لفابو ما نقدبش عليكم اللي غا تصلح كوزينتها تديرو البنات والله إلا لازوين غارق وتنفعني تنصبن فيها كسري بدات وتنغسل فيها الربيع تنغسل فيها الربيع المعني إذا بقاو ما كيغرقو ما كيبقوش باينين ما كيقنطوكش والله إلا لازوين ما تيرشقش في هادي في الفوطات جليل كترجح فازق عليك والله إلاك الحمد على كل حال المهمة للبنات غادي نكمل إن شاء الله ونخليها تقطر على خطر فمن بعد ما قلتها وعودتها كما قلت لكم خليتها قطرات على خطرها وجيت لها لديك الكفيتة للبنات ما غاديش نستعملها دابة وعرفتوا البنات دار لي فيها البصلة ولكن ما عندي ما غادي ندير ممكنش ناكلها كلها دابة غادي نفرقها هاكا في بلاستيكا وغادي ندوزها نطلقها بشوية بالمطلق ونفرقها على هاكا أبعاب لخمسة على حسب الاستيحمال لازم عذابك نديرو داك شي معمر كنديرو رابعة تلتميات قرام هاكا غادي نصوبها معارك ومعارفين أنا ما عنديش زعماض ما عنديش ناس بزا في الضار كان فطر غير أنا وموضطر ولداتي رتوجال أغلبية لوقت كتكون فاطرة ما كتتاكل شي غادي سقايت يوصفي هاكا كاين هادي نديلها ها الطريقة باش مني كان بغي نجبدها من الكونجيلاتور سنهر رسطريف ونجبده حيث الكفتة ما خاصة بالخصوص الحاجة المطحونة أو للحم ما معاش اللعب يدي كونجولها ويرجع لحم والحوت أنا بنسبة لي أكفز حاجة نقدر أن ندي كونجولها ونعود نكونجولها راديك النهار فشفر شفر حد البرنامج راديك شي ما معاشا يلعب والله يصوب هذا ما كان صف للأغزالة ديالي غادي نقددها ونصلي والعاصر إن شاء الله بإذن الله كل شي موجود كنجمع الطويرة عادية كتصبح للدار مجموعة لبنات حيث أنا أصلا في الليل عدتا نقدر نصياق ولا ندوج فيه ولا نجمع هكا شركينات ولا شي حاجة باش كيمشي والتراوح كيتعطلو أنا كنصلي على التراوح في الدار مع ما تنمشي للجامع تنقضي شغالي في الليل أي والحمد لله كتصبح الدنيا مجموعة وكل شي مقادة في الصباح نجمع دوك الملايات اللي صغطينا بيهم نقدر نضوش تطبيق هكا ونجمع دوك المعنى تصحون نديرهم فلا فيسات ولكن شي تصبين نضوار الماكينة هاد شي اللي كاين بالنسبة لبنات العاصر درت البن بالفرز والفاني تيجي زوين صراحة إلا بغيت صراحة ديال الفروي تقول لي ماما ديرينا حاجة وحدة يا إما الليمون معها ولا الليمون معها ولا الحليب معها ما تريد شغال صبح الله عواد الوليد ستكون لها واحد وكانت صافي وجدت طبيلة قد يطلق طائرات والحمد لله سنسقي ذلك القصاعات سكسو وما نقول لكم شكيف جات شهو منها ودرت تسكسو البنس بالحمامر البناي يختي والماذا قل الريحة تسكسو وحنتي في الدر تقول لي ما رأى الدهور إما صافي أنتم ما تشوفوا تبارك الله الخضيرة كي كتب قصائنا وغزالة سدنا نبي و جميل قامارون 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 سدنا نبي قامارون وجميل 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 سدنا نبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطرها يبقى إذا مسى الآيات الله وكف المصطفى اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال مهم كان هذا هو فطورنا طبعا غادينا كلوكسيكسو ديانانت وماما للخير مع ذاك العواصل ومن بعد إن شاء الله شوفوا الخضيرة طائبة وكفق فينا البناز أنا رمضان طيب شو بالخرقوم نهائيا هنا سوف يجمعوا الطبيل سوف نشربوا قهيوات ونضع لهم هكا تويشيات وهادي وان شاء الله بإذن الله وكل واحد يتوكل على الله وعاد النوض نشوف عود شغالي آخر هنا رف هاد الفيديو سوف نشارك معكم هذه المهلابية البناز بعد ما بردت مرة نزوقها بسميته بواحد شوية ديالوز كان عندي كان ندير دائما معك نصوب هادي شنوك يسمي ها الكونافة بالكريمة كانت تكون ديم عندي ذاك اللوز بالبيستاج ببنك هاد البيستاج الملوين كان نزوقوا به وندير أوريتها جمشات للشجارات الزهر وجابت لي ديال الرنج ديال ببطر وزولت من هالوريدات وقلت لي مما زوقي ومحيطة المهلابية بمصوبة بزهر باش يجينا الغابة لزعمار احنا مصوبينها بزهر هي وقت لها اريخي تنقدو بيه هي وصعبية ما كانت شهوة من هاي البناز وكريمية انتو ما انا بغيت نوريكم بي انا مكتجي شي هي بحلف لون كجي كريمية بواحد شكنزوين بزيف 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 وبنينة وبنينة انا البناز راجلية ماشي من الموحيب بالفلان وذيك شي ولكن هادية تعجبهم تبارك الله يو الحمد لله دبعونا البناز هاد الفيديو راكنت دايجة اصورتكم مقبل لقدتكم غدي نشارك معاكم التومة ببودر حي تكون صوتها وتبارك الله تحت البناز اختير خيصة خديتها التومة هاكا ماشي ريوسة ديان التومة خديتها هاكا كمفصوخة واجبتها الدطر وغسلتها مزيان ودرتها قطرات ومن بعد غدي تحنتها بقشورها في الهاشواغ وغير هي تخلي الريحة في الضر واحد الساعة ولا ساعتين بحل دبا فاش تديرها في الكوزينة اغلقوا عليكم بب الكوزينة وطلقوها في الضر البخور بدمساليتو باش ما تخرج لكم مش ريحة هاكا الفراش وقلب الدار وهذا صافي كان هاشيتها مش يتطحنوها تثنية لغير هاشيوها في الهاشواغ ومن بعد تديروها في انا درتها في الارفراير وانتوما اللي ما عندهاش تديرها في الفران اراه بحال بحال نفس زعمها نفس الفكرة غير هو ما تكونش العافية مجهده عارفتو عليش باش ما تتحمر لكمش ولا تتحرق ولا شي حاجة حيث احنا عندنا بهالغراض تيبس فهمتو ماشي بتتحمر انا على مياد ضراجة ومن ان شفتها شفتها صافي دخلاتها السخونية وبدت تكتيبس زدت نقص لها وخليتها وغاد قولوا لي هانا اقول القشور وديك شي راها كورشي كيت تطحن راها في الخليح فاش كنديرو التومار راها بقشورها وفاش نقلب وقريش ما تلقوهاش في صبح الله تدوب ما تتبقعاش اما هنا را غادي تتقرمل وغادي تتطحن وهي را صحية راها القشور ديالتومار حينما بتمورد سابت انا اصدرت عاطرية يكتري جد جدت بخلط العطرية وقتت هذا وتطحنوها اما بقيتها بود انا دعوها شوية مرملة واخرها شوية انا الصراحة لم نيلتها حتى رجعت بوضغ خليتها شوية محببة وعدرتها في قراءة غير هي البنس وحد النصيحة دباء انا غدي نطحنها هي مازالة دافية غير حيث كنصوروا ديك شي ما يكون زعمة ما ملزومش بالتصوير غدي نخليها في الهاشواغ نطفعليها ونخليها في قلب الهاشواغ حتى تبرد نهائيا باش كتزيبتي بس حيث انا صدق الفقيقسات صغارين ولا دو القريشلات اللي كتقول لهم دوان القريشلات صغارين نخليهم في قلب الفران حتى يبرد عليهم الفران مش كيبقوا مقرملين غدي نخليها حتى تبرد عليها لأيرفراير ونبدأ نطحنها صفي هنا يدرتها في هذا الخلط طحنتها وحد الأخت صولتني على هاد المولينيكس وش غدي نقول لك زوينا زوينا زعمة في هاتساعة رها مزيانة انا كنت تحرقات لي اللولا ولكن صراحة غي كنت انا اللي يدرت لها وحد دي فوق فاش مشارش لي صوبها لي لديها عند وحد المعلم خرج عليها هادي الصراحة خديتها رها في هاتساعة صبرت الله لقوة سايلة بالله رام زيان صاف الزوينة ديالي اهنا اي غدي نديرها في قريعة يوهد الكيميرا غدواز شحال اراكم شفتو كننخدوها غيب غالية وقريعة غيسكي بوتا ما عرفت شحال فيها فيها ثمانين قرام ولا ما عرفت واسميت ومتدو زوالو غالية ومتد نعرفوش واش مية في الميت وما حيت تبارك الله دبها هادي انا اللي يدرت عارت ورا فيها الريحة مجهدا ماشي بحال دي كلي كنناخدو همتو اه جاتني ما نعرف والعلمولي له هادا ما كر بش ما نتقلدوش صافي ها انتو ما تبارك الله هاد القرعة دي را ديال نصف كيلو شوفو شحال عمرات لي وانا اصلا راني شريت نصف كيلو شريت نصف كيلو ديال لا بليتو رابعة رابعة ديال ديال تومة رابعة كبيرة ميتين وخمسين قران درت لي هاد القرعة قل تولوت تولوتين فاد القرعة ها انتو ما كيف اشتحنتها انا خليتها شوية شغلال ده كتعجبني هاكا وانتو ما بغيتو زيدو تنيلو المهم غدي نقول لكم تصلى وفرسكم سنشوفو فيديو جديدة الى اعجبكم الفيديو استفتمني شي حاجة كنتم نتخلي بلي واحد لايك زبييني نشي كومونتاق زبييني بحيالكم كم بغيكم بستف الله المستعان والله يتقبل من نصية مقيم هذا الشهر ودعيو تنتم معايا الله يسهل امركم